إلى ذلك ضمت نائبة عن المشروع العربي ناهدة الديني صوتها إلى صوت أهالي التاجي في إنصاف مناطقهم وحل مشاكلهم العالقة وعلى رأسها الكشف عن مصير المعتقلين والنهوض بالمستوى الخدمي لمناطقهم أكيد هناك مشاكل ومعاناة وهناك ظلم وقع على هذه المناطق علما هؤلاء الناس بريئين كل البراءة من أي حدث حدث خلال المرحلة الماضية فيما يخص بالتنظيمات الأرهابية لكن لديهم مطالب هناك ضغوط سابقا كانت أمنية أدت إلى قطع الجسور وهذه معاناة للمواطنين نفسه الخدمات ليس بالمستوى المطلوب وجودهم بين التاجي وبين الكاظمية جعل الخدمات معدومة في هذه المناطق هناك نقص خدمات صحية نقص مدارس هناك بطالة كبيرة يعانونها هؤلاء الشباب كذلك موضوع المعتقلين وعدم إنصاف قانون العفو العام لأغلب هؤلاء المعتقلين وتنوع الفقرات